اهلا بكم عزيزي المشاهدين وحلقة جديدة من مع نور زي ما عودناكم في حلقتنا النهاردة التميز والتقلق وزي ما عودناكم ان احنا نتكلم موضوعات دائما مختلفة عن اي حد تاني هنتكلم عن حاجة الحقيقة انا عايز اقول في الاول ما فيش برنامج لا في مصر ولا في الشرق الاوسط اتكلم عنه عن الموضوع اللي احنا هتكلم فيه النهاردة ناس كتير هتسأل ايه هو الموضوع ده وناس كتير هتقول موضوع هقول لكم احنا هتكلم النهاردة عن اسلاحة الوراثية والاستنساخ البشري ايه هي الاسلاحة الوراثية ناس كتير هتقول استنساخ البشري طبعا حاضر في ازهنة وناس كتير قوي يعني جاف افلام قبل كده افلام قديمة اما الاسلاحة الوراثية لا مفيش حد قبل كده سمع عنها ولا حد هيسمع عنها غير في برنامجنا الاسلاحة الوراثية دي هنعرف ايه كيفيتها طب كيف صنعت ازاي نشأت طب هل هي مدمرة للانسان العالمي على مستوى العالم هل هي مدمرة للعالم طيب هل هي نهاية العالم هنعرف كل ده سواء هي ايجابية او سلبية هنعرف كل ده طبعا مع ضيف وهنعرف اكتر عن اهميتها وازاي بتسبب خطورة على الانسان البشري على مستوى العالم وبرنامجنا هننمي عن التوعية وهنوع الناس عن خطورتها ده مش يعني موجودة لان ده موجود في العالم ومنذ القدم هنتكلم عن كل ده لكن هنبدأ اقول فاكرتنا بالاخبار الرئيس السيسي يلتقي قائد الكوات البحرية والمدير العام لشركة دينامي البلجيكية وزير التعليم دكتور طارق شوكي يعتمد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2020 بنسبة نجاح 93% رئيس وزراء السودان يؤكد ثقته في امكانية التواصل لحل بشأن ملف سد النهضة صلاح محسن يقود هجوم سموحة امام الزمالك غازدس يساعدنا ان نرحب بسانترو تونالي في ميلان وبكده نكون خلصنا اخبارنا وهنتكلم عن الاسلاحة الوراسية واهمية هخلكم عينة اوعة تروحوا في اي حتة لكن بعد الفاصل ورجعنا لكم بعد الفاصل عزيزي المشاهدين ولسه مكملين كلامنا عن الاسلاحة الوراسية والسلاح الوراسي الشيطاني مشرفنا طبعا في الستوديو النهاردة الدكتور حاتم صالح حاتم محمد صالح مدير وحدة ابحاث الوراثة البشرية هيئة المصر واللقاح المصرية أهلا بك يا دكتور أهلا بك يا دكتور أهلا بك يا دكتور الله يخليك دكتورنا عايزين نحب نعرف من السادة المشاهدين ونعرفهم أكتر ايه هو مفهوم الحرب الوراسي والأسلحة الوراسية هو طبعا الحرب الوراسية هي من عمر الإنسان ولها تاريخ طويل جدا لكن لو حبينا نقول المفهوم الشيطاني لها هي عبارة عن دراسة بتجرع على الخصائص الوراسية الجينية لمجموعة عرقية معينة بهدف إبادتها عن طريق تصنيع مصبطات جينية تلعب على العاملات الحيوية لهذا الكائن فمثال يعني زي ما احنا دلوقتي شايفين عن الكورونا مثلا مثال ده أساسا مخلق كفيروس مخلق وراسي ثم بعد ذلك تم طرحه وأدى للكارثة اللي احنا بنشوفها دلوقتي فهي أسلحة خطيرة وهي أسلحة لا ترى بالعين لكن نتائجها مدمرة ووبائية وبتؤدي إلى إبادة عرقية كاملة إبادة عرقية كاملة طبعا لأنها بتخص نوع معين من البشر بنلعب على الخصائص الجينية والوراسية اللي تم دراستها بعينية ونقدر نقول برضو نقطة يعني بالنسبة للسلاح الوراسي أن العرقية ذات الأصول المتمسجة بعدد كبير من البيبيوليشن أو السكان زي مصر مصر دي تعتبر دي ام اي بول يعني معناها أن يختلف بها أنساب كثيرة من الهجرات والغزوات وخلافه بتبقى عندها مناعة ضد السلاح الوراسي أكتر من أرقية متجنسة منعزلة طب يا دكتور ايه اللي دفع العالم الحديث أنه يطور من الأسلحة دي الحقيقة هم بيطوروا من زمان مش من دلوقتي يعني من منزل كده من منزل كده من منزل كده وده فعلا موجود لإني لو أنت حرق بصيتي مثلا للحضارة الفرعونية هتلاكت حضارة رقية جدا سلوكيا حتى في غزواتها وحروبها لكن بعد كده لما جاب الأشوريين والغريق في حروبهم كانوا بيلجأوا إلى وسيلة إلقاء الجسس لنشر الطاعون على الأعداء وحرك لو شفت فيلمة روي اتلاقي اللي اتعمل الجسس اللي هي فيها طاعون كانوا بيلقوها عبر الأسوار على أعداءهم عشان تصيبهم بالطاعون وخلافه وكانوا بيسمموا الآبار الماء بجسس الموتة النافقة أو الحيوات النافقة فده أدى إلى ظهور طاعون بين الأمم وتظل هذه العملية حتى العصور اللي هي بنسميها العصور البيزنتية لكن الإسلام رفض تماما هذا الأمر لكن عادت مرة أخرى في الحروب الصليبية لما كان بيحصروا المدن الإسلامية لكن بعد كده العالم فكر طب أنا ليه ألوس المكان وأدمره وما استفدش منه بعد مقتل عدوي لأنا عايز أخت العدوي واستفاد بمقدراته فحتى كان فيه ظاهرة برضه في عام 1346 التطار لما هم هجموا على مدينة كافا الأوكرانية حصروها بنفس الأسلوب المقزز ده كانوا بيلقوا بالجسس وأبادوا شعوب كتيرة جدا من الأوكرانيين ثم بعد ذلك الروس في حربهم مع السويسريين في عام 1348 في مدينة ريفال كانت النتيجة أن نص القارة الأوروبية ماتت 25 مليون إنسان ماتوا بانتشار الطعون الأسود حتى سموه الطعون الأسود فدي تجربة منتشرة وبيفكر فيها الإنسان بشيطانية لأجل الاستلاء على الآخرين حتى أمريكا يعني لما جوهم الغزال أسبان والإنجليز جابوا معهم بطاطين مليانة جدري والجدري ده ما كانش معروف عند الأمريكيين الأصليين اللي هم إحنا مجازا نسميه منه دو الحمر وأهدوهم هذا بكل خبس فاخدوا هذه البطاطين ولم يكن عندهم مناعة ضد هذا المرض فأبادوا 250 مليون هندي أحمر من أمريكا حتى أصبح شعب للإندسار 1763 وده كده أخلوا القارة تماما أمام الرجل الأبيض اللي ما قدرش يعمرها فاستعام بالرجل الإفريقي وحسب برضو نفس الكلام إذن نحن أمام فكر شيطاني بيفكر دايما في استعلاء والعبودية على الآخرين واستعبادهم ونهب سرواتهم لكن بفكر شيطاني بأنه هو بيبيد العدو لكن يحافظ على المقدرات وطبعا بقى ظل بقى الأمور دي حتى في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية التانية وخلافه أنه كان مثلا زي جوزيف مينجل اللي هو الطبيب الألماني صديق هتلر النازي لما بدأهم يجربوا في معسكر أشفس في ألمانيا على المرضى وعلى المصابين وعلى الأقليات مش بس اليهودية لا الغجرية والأقليات الإسلامية برضو في أوروبا وأبدوها عن طريق تجارب لإنتاج أسلحة تدمر البشر وأسلحة جرسمية وأسلحة بكترية وبعدين بدأهم يفكروا طب ليه ما نطورش هذا واليابان برضو كان عندها وحدة اسمها 731 كانت بتجرب على الصينيين وأبادت 35 مليون صيني من خلال أنها كانت بتضع حبوب القمح وهم الصينيين كانوا في حالة جوعة في منطقة منشوريا وتضع عليها الجرسيم المعدلة من الطعون وخلافه وتلقيها عليهم فكان يأكلوه ويموته فظل هذا الأمر متورس يعني في الأمم كل أمة بتحاول تستعبد الأمة الأخرى باستجلاء كل ما لديها من مقدرات لدرجة مثل في حرب فيتنا سنة 69 من 66 هي استمرت لحد 75 لكن من 66 لحد 69 ألقت أمريكا مليون طن من الأسلحة الجرسومية المخصصة لقتل البشر فخلت المنطقة كلها لا تصل حتى الآن للزراعة وبرضو الروس برضو في حربهم استغلوا هذا النوع طيب يا دكتور عايزة أرجع بكلامنا وقول إيه هي الأسلحة المستخدمة في هذا المجال بالتحديد طيب وهي هل هي تكنولوجي يعني فيه تكنولوجي مخصوص الأسلحة الوراثية إيه التكنولوجي الموجودة في السلاح ده إحنا طبعا نقلنا نبزع عن مدى الحرب الشيطانية الشيطانية والفكر الشيطاني والأساليب وخلافهم لكن هي حقيقة ازدهرت قوي بعد أول رسم اكتشاف لرسم خريطة الجينية الوراثية عام 2003 وده كان احتفال مهيب أقامته أمريكا وبريطانيا وحتى حضروا توني بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق وجورج بوشي الرئيس الأمريكي والرئيس السابق برضو وبيل كلينتون عملوا احتفال قالوا إحنا تمكننا خلاص من رسم الخريطة الجينية فعرفنا كل العمليات الحيوية بيتم التحكم فيها إزاي جينية من هذا الوقت بدأ العالم يفكر طب ليه ما نستخدمشي الاستنساخ طب ليه ما نجربشي ان احنا فكرة الاستنساخ البشري ليه بقى لان عندهم لما خدوا حروب في العراق وفي أفغانستان لقوا ان يعني في حروب بتقول ان في أمريكا بس خسر 200 ألف مقاتل من أبنائها في حرب العراق فده بيأثر على الرأي العام عندهم وبالتالي بيكون مشكلة جدا عندهم في الانتخابات وخلاف ففكروا طب ليه ما نستنسخش بشر من خلال عامات الاستنساخ لان حتى نجحت مع العالم الاسكتلاندي في معه بروزالين اللي هو في جامعة أدنبرا إيان ولمت لما عمل استنساخ للنعجة دوليسانت 1996 اللي حصل ان هو فتح باب الشيطان لفكرة الاستنساخ البشري وان كانت هي كانت مقبل كده دي كانت من 1902 منعلم هانز بريمن لكن الحق يعني هي عملية مكلفة جدا اقتصاديا مكلفة فيه برضو تكنولوجيا جديدة اسمها تكنولوجية النانو تكنولوجي ليه الرقائق البسيطة لان حراك لو جبتي قطعة من النحاس اوزناها مثلا جرام لكن لو اسمتيها الف قطعة ولو اسمتي كل قطعة الى مليون قطعة هتلاقي زرات تقدر تحمل عليها بجرسيم واسلحة معدلة ورسين يلقوها على دول تسبب فناء يعني ممكن زي مثلا جاملة الانسراكس مثلا ممكن كانت تبيد مدينة زي نيويورك في اقل من 6 ساعات طب يا دكتور هل السينما العالمية تنبأت بوجود الاسلحة الوراسية فعلا؟ هو فعلا يعني دايما حاجة جميلة جدا في امريكا وخصوصا هوليوود ان الفكر هما ما بيشتقوش فكرهم من كلام مرسل ده دائما بيكون فيه كلامهم خبراء وبيحب يوصلوا رسائل فيه افلام تحدست عن الاستنساخ زي فيلم توينز مالتيبلاستي قلنا ده بقيت كلامنا فيه افلام سينماية قديمة تحدست عنه لكن فيه فيلم هو فعلا مفهوم الحرب الشيطانية الوراسية وانصح ان السيدة مشاهديني يشوفوه اسمه زا سولدر ده بتاع زا سولدر الجندي البطل كان اسمه كورت راسل والفيلم ده معمول 1998 قبل ظهور نسخة الخريطة الوراسية الفيلم ده بيتكلم عن جندي تم استنساخه ما عندوش اي زرة من العواطف ولا زرة من الاحساس هو بيكلف باي عمل حتى لو غير اخلاقي ينفزه بطاعة عمياء ويبيد ما يعرفش يعني ايه حنان ما يعرفش يعني ايه انسانية ما يعرفش يعني ايه رحمة فهي صرخة كانت بتوجه للعالم تيقذوا ايها الكسالة النيام ان هناك اسلحة بتعد من البشر لان انت عارفة المجتمعات الغربية مجتمعات منحلة الى حد ما اخلاقيا فمن السهل جدا الحصول على بويضات والوسائل المنوي ويتم التعديل الوراسي ويتم استنساخ وخلافه والتعديل وخلافه فبالتالي نقدر نستنسخ هل هدفهم من استنساخ البشر ده يا دكتور ان هما يهدموا بالبشرية اكتر ما يكون للصالح العام للبشر يعني هو الاستعباد البشر يعني انا دلوقتي بدل ما بعت واحد من ابنائي يقاتل في المكان ده ويموت ويبقى له حقوق واسرة والتزامات ضد مع الدولة لا انا هجيب رقم كوبي ودي له رقم واحد نسخة واحد نسخة اثنين نسخة ثلاثة نسخة اربعة هو جندي بنفس المعايير ونفس المقاييز اذا توفى مالوش اي هو لانه هو فاقد الهوية وفاقد الاهلية وفاقد الاحساس وفاقد حتى القيمة الانسانية هو مش انسان هو سلاح بيده لان حتى اليتيم بيلاقي من يحنو عليه لكن بالنسبة لهذا هو رقم بيروح يقتل وينفس مستنسخ بشري فبالتالي هو اللي ضمار البشرية والعالم كله دلوقتي وضع معاهدة بس الغريب ان امريكا حطت هذه المعاهدة ساة 2004 يعني بعد سنة واحدة من رسم الخليطة الجينية البرسية ورفضت ان يتم ايقاف الاستنساخ البشري في امريكا لكن اصدرت انها تعمل مقاطعة اقتصادية لاي دولة في العالم تعمل استنساخ بشري خارج حدود امريكا يعني شوف هي بتفرض رأيها على الاخرين حتى لا يمتلكوا هذا السلاح تمام دكتور مثلا ممكن نقول ان ان دول العالم الثالث هل لديها القدرة على امتلاك السلاح الوراسي طبعا لا ليه المشاريع اللي انتو تشوفيها برا مشاريع بالملايين بالمليارات انا اسف يعني مليارات مش متوفرة عندنا ليه احنا ما عندناش صرف على البحث العلمي بهذه الكيفية يعني هيك فيه مثلا نقول لحرك هيئة الدفاع الدفاع الامريكية فيه خسم اسمه هناك ابحاث ما يسمى بابحاث الجنوم البشري والتخليق الابحاث العسكري بيدوها رمز ضربة او ديفانس مش عارف مليتري كذا 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 بيصرفوا 20 مليار دولار على ابحاث هذه الجماعة السرية حال شاف انا حاجة 20 مليار من سنة 2003 حتى هذه اللحظة دي ميزانية دول فبالتالي بيصرفوا عليه فيه مثلا عندهم حاجة لتعطيل وتدمير المحاصيل ونشر الاوبئة بيسموها USA Military Defense Drive Agency دي بتصرف في السنة الوحدة 2 بليون دولار يعني 2 مليار دولار لهذه المشاعة عشان يركبوا على حشرات مصنعة بالهندسة الوراثية اي امراض مثل زي الميلاريا والكولرا وممكن برضو الايبولا وممكن تحط اي بيروس انت عايزها ويطلقوه على الدول المعادية الامريكية بما ان حضرتك جابت سيرت الفيروسات هل فيروس كورونا اللي مدمر الوراثية هل حضرتك تقدر تقول انه معدل وراثيا من الاسلاحة الوراثية اه طبعا لانه هو العالم بيخشى حضرتك بتقول اه طبعا لانه فيه ادلة على كده مش انا اللي اقيلها يعني طب ما معلش فيه ناس كتير بتقول لا دواباء عادي زي ما بيجي في الجو لا نعرف بس للسبب مش هدلة يعني فيه ناس بتقول كذا فيه ناس بتقول لا مش معدل وراسي هو تم تحليل الجينوم البشري بتاع المطلقي لهذا الفيروس وتم تحليل الجينوم بتاع هذا الفيروس المعدل خلي بحرك المعدل فاكتشفوا حاجة غريبة جدا انه هو عبارة عن فيروس السارس مركب عليه جزيئات من فيروس اليد وبالتالي شوف الكلام هو محضوط ليه مع اليد لان اليد بيقدر يخدع الاميونو سيستم او نظام المناعي عند الانسان طب مين اللي صنع هذا طب مين اللي ركب دوت مفيش حاجة اسمها اعتباطيا بتحصل كده ده لازم فيه ايدي عمل وبعدين مش معقول الانتشار السريع بهذا المرض ويبقى فيه اكتر اكتشفوا الحد الوقتي تمام تفارات في هذا الجينوم وكل منطقة لها تفرة معينة يعني هو لو الفيروس مثلا بينتقل من دولة لدولة عشان تظهر التفارات بتاخد على الاقل سنة زي الانفلوانزة مثلا لكن ده في اقل من اسابيع كما بتظهر تفارات وحالة وفيات وما لاش اي استعداد وراسي ده يؤكد ان هناك من يعبس بهذا الفيروس وتصميمه وانه ده الدولة اللي هتقدر تعمل دواء ليه عشان كده بيتصابقه الان لتصنيع لقاح له الدولة اللي هتصنع هذا مقدر لها ان تكسب خمسة تريليون دولار رقم لم تصل اليه البشرية من قبل يعني خمسة مليون مليون دولار هذا الرقم يفوق صروة امريكا والصين واوروبا معا يعني الدولة اللي هتقدر تعمل هذا اللقاح هتقدر تكسب المكاسب الجبارة دي من دم منه من دم الدول الفقيرة والشعوب الفقيرة المهانة المستعبدة نتيجة الفقيرة والجهة معيش يا دكتور ممكن بس هل هناك كارثة بيولوجية مشابهة لفيروس كورونا ممكن نقدر نقول في الايام القادمة او في السنين القادمة هو طبعا في مشكلة مش عايزين نتكلم يعني نخليها في العموم ونخليهاش في الخصوص يعني هي ان الفيروسات حينما تنتقل من عائل الى عائل فانها بتتغير وراسيا ويحدث لها تفرط فاذا كننا احنا قادرين مثلا على فيروس معين في هذا العائل وإدنا نجد له لقاح ممكن نعجز اذا نقل الى عائل اخر فمسلا حدي مثال يعني الاسواق المفتوحة تبصت تلاقي الجزار جنب الفراج جنب السماك جنب الخدرات احررت تبعا روحت المانيا وعارف احررت امريكا وعارف يعني في كل دول العالم انا روحت مثلا للماجر مثلا يعني مش اقول دولة زي المانيا روحتها مش زي امريكا لا هقول دولة مبسطة زي الماجر الماجر دولة عادية جدا بس منظمة ايه اللي حصل انه هم عملوا اسواق بعيدة عن الذين الاماكن السكنية وبعيدة عن الاماكن وخلافه يعني اللي فيها التحامل من البشر وكل واحد مفصول ايه الاحتياطات بقى اللي احنا نتخذها او الدول العالم ككل اللي يجب اتخذها من هذا الفيروس الاسلحة الورسية الملعونة هو طبعا احنا كدولة او يعني العالم التالت نتكلم عن العالم التالت ما يقدرش يعمل حاجة غير انه هو ياخذ بمحاذير بسيطة اول حاجة لابد لنا من ان احنا ندخل عصر الجنوم البشري احنا تخلفنا كثير في هذا الامر ونصرف على ابحاث الوراثة والهندسة الوراثية تاني حاجة مراقبة حركة الموليد ومخلفات عملية الولادة وخصوصا الحبل السور لان دي بتتاخد وبتتهرب وبيتعامل عليها ابحاث وخلافه تاني حاجة لابد لنا من محاربة الجهل بالعاقية وخصوصا عادات الزميمة زي زواج الاخارب اللي بتولي بتولد اولاد عندهم عيوب خلقية او بيتشوهوا ويتوفوا بيحصل لهم الام اجهاض ويتوفوا فبيكونوا مرتع لعلماء بلا ضمير ياخدوا هذه العينات ويجربوها وبيكروا فيها ويطلعوا منها اسلحة تالت حاجة يمنع من عمباتا نقل اي عينة من عندنا او من دول العالمة التالت بفكرة انها تتحلل في العالمة المتقدمة لازم انشاء المعامل هنا ونحللها هنا والداتا بتاعتنا يكون هنا لابد برضو من مراقبة المشاريع المراقبة للمشاريع السنائية ما بين دول العالم المتقدم انساء نفسك هو جاي ليه يعمل ابحاث هنا فلازم يكون في مراقبة لنتائج الابحاث دي مش يكون دورك ان هو بيديك فلوس وبعدين انت مجرد بتعمله العينات وتغلفها له وتبعتها له هو يحللها ويبعت الدات خلاص يا دكتور انا بشكر حضرتك جدا ونورتيني وطبعا وحضرتك طبعا وعطيني ان في حلقات تانية ان شاء الله بشكرك شكرا جزيل دكتور حياتم محمد صالح مدير وحدة ابحاث الوراسة البشرية حيات المصر والكوح بشكرك يا دكتور بشكرك بشكرك مع عزيز المشاهدين وبنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من حلقاتنا واكيد انتم حضرتكو اول مرة تسمعوا يعنيه اسلحة ورسية ويعنيه استنساخ بشري اللي تفضل ضفنا وقال وتنوه عنه باستفادة في حلقاتنا واتمنى انكم تتابعونا في حلقات تانية وان شاء الله بإذنانه بقى مع الدكتور في مواضيع تانية بشكركم وإلى اللقاء ومع نور